بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي في صفحة 167 تبقى نترقيم ملف البي دي اف اللي معانا Problem 1-3 Google Foundation Regulator Regulator الموضحة قدامنا If the maximum discharge Permeter length of the Regulator يعني التصرف لوحدة الطول أو يعني كل متى احنا عارفين ان الـ Discharge اللي بيمر من الانطارة بيمر من الفينس بتاعتها فعلى سبيل المثال كان مجموعة الفتحات دي 10 متر بيقولك ان كل متر من مجموعة الفتحات يمر منه تصرف المقدار 3.46 كم برساكة Ply coefficient معامل Ply 10 معنى الكلام دي ان الانحضار للهيدريكي الامن يبقى الهيدريكي الامن اللي مينسببش أندرمينج هو 1 على 10 1 على 10 والجامع الفتحات دي 2 على 10 حسنا طلعنا بالكيوب ميتر معنى الكلام ده انها خرصانة عليها يبدو انكم جديد It is required to مقلوب الاتج Find the dimensions أوجد الأبعاد A and the depth of the sheet pile D for the safety للأمان أجل نستقيه بقى ضد A ضد A ضد A يعني يعني يترى المسافة دي كام اللي هي ايه و الشيط بال ديبث عمق الشيط بال دوت كام عمق الشيط بال دوت كام عشان يحقق الأمان من إيه بقى من Undermining للسنزافة التحتي من Pibing الفورات and erosion of the bed تمام وبعدين بقول Check the thickness of the apron add the critical section يعني احسب او اعمل check يترى سنك الفرش اللي هو هنا بادئ من المنسوب تحت 50-45 لـ 52-45 يعني معنى الكلام ده ان سنك الفرش سنك الفرش 2 متر هل 2 متر save ولا unsave save ولا unsave وبعدين بيقول لك compute the bezometric hits احسب الضغوط البيزومترية واحنا اعرفنا ان ضغوط البيزومترية تمثل جهد المية تحت الفرش منحنى الذي يمثل جهد المية تحت الفرش جهد السريان تحت الفرش يعني بمعنى اخر احنا قلنا ان السريان بيبدأ من طاقة عند النقطة واحد عند النقطة واحد مقدار الانرجي ليه عبارة عن فرق الهد ما بين up stream والdown stream يبقى الهد اللي بيحرك المية حتى تخترق الارض وتمش من نقطة واحد لنقطة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هو فرق الهد اللي ما بين النقطة اللي في up stream منسوب المية في up stream وdown stream ونحن عندنا في المسألة ان قالك ان الخلف جاف او dry فمعنى الكلام ده ان هيبقى الفرق الهد المؤثر على الفرش اللي بيبدأ بيه التدفق او السريان تحت الفرش هو عبارة عن 56 و14 نقص 52 45 يبقى ال56 اللي هو up stream موطة الـ 56 و14 نقص down stream موطة الـ 52 و45 تمام الفرق ده هو الهد اللي بتتحرك بالمية بداية من النقطة واحد اللي هي موجودة عندنا هنا اهي دي النقطة واحد يبدأ يتحرك منها نقطة اثنين لثلاثة لأربعة لخمسة لستة انسو طيب هيبدأ بالضغط وينتهي لحد الصفر الضغط او الجهد يوصل عند النقطة ستة يقوم 0 طب ماهي التغير في الجهد او الضغط البيزومتر اللي لا يتحرر به لها تفرج ايه المنحنة اللي يعبر عنده وبعدين عايز كمان مؤشر ضغوط الرفع واحنا قلنا ان معدد بنور تقول انطاقة الفلو عند اي نقطة عبارة عن زد زد اتبيع لجمع زد في سكورة على 2 جي بنحمل ترم في سكورة على 2 جي ويتبقى عندنا ان الضغط البيزومتر عند اي نقطة سواء واحد او 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 ستة هو عبارة عن هد المية فوق النقطة قد ايه عمود المية قد ايه زائد بعد النقطة عن خط خط المقارنة هو level بالنسبة للمية في down stream في الخلف يبقى الضغط البيزومتر عند نقطة واحد او 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 هد المية عمود المية فوق نقطة ايه زائد بعد النقطة عن خط المقارنة منسوب المية في down stream الخلف جاف منسوب المقارنة هو 52 45 زائد بعد النقطة عن خط المقارنة مع معرات الاشارة نقص loss من لحظ اختراق المية للسويل حتى وصولها النقطة التي سأدرس عندها لما ارسم uplift bridges باخد ترم واحد فقط من المعادلة وهي ان ضغط الرفع عند النقطة اثنين هو يبقى هد المية فوق النقطة كام هد المية فوق النقطة كام يعني مثلا نقطة اثنين اقول يبقى ضغط الرفع عندها هو عبارة عن هد المية اللي هو عبارة عن ايه 56 14 من نقص 51 45 الفرق ده وقت يمثل ضغط الرفع طبعا اطرح منها من واحد الاثنين الفلول لما انتقد من نقطة واحد لما راح للنقطة اثنين فقد طاقة الطاقة مقدرها كام مقدرها المسار اللي هو ميشي من واحد الاثنين مضروف في قيمة الانحضار الفعلي تحت الفر في قيمة الانحضار الفعلي تحت الفر او ممكن اجيبها من طريق تاني لو انا حسبت الضغط البيزوميتر عند نقطة وليكن اثنين وعايز احسب ضغط الرفع عند النقطة اثنين عند نفس النقطة اقول ان ضغط زائد بي على جاما يعني هيد الماء فوق النقطة اللي هو بي على جاما بلاس الز اللي هو بعض النقطة عن خط المقناة مع ورات الاشارة مطروح من القيمة للوصيز وليأكل من واحد الاثنين طيب وضغط الرفع هو عبارة عن هيد الماء فوق النقطة نقص اللوصيز يبقى الفرق مبيل الابلفت هيدز او بريجر هيدز والبيزومتري هيدز هي الزد يبقى لو انا عند الضغط البيزومتري قيمته كما عند النقطة اثنين وطرحت منه الزد بإشارته حيدي قيمة ضغط الرفع عند النقطة اثنين وكذلك ثلاثة واربعة وخمسة وستة وآخر وطالب بعد ارسم شبكة تدفق تحت الفرش عندي ومن ثماء ارسم او احسب البيزومتري ديوجرام تحت المنش طيب البشمانسين فاهمين المسألة ولا لا تماما دكتور تمام طيب تعال نبدأ للحل اول حل او اول جزئية عايز ال 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 او ال او اشيط بايل دبث بنسميه شيد بايل او بنسميه كاتوف قاطع او سطارة او شيد بايل يعني سطارة من البايل الموجودة عندنا شيد من البايل اما اللي اف مسألة موطوب كاتوف يعني قاطع وسم يا قاطع انه بيقطع خط الصريان يعني بدل مكان ماشي من نقطة واحد فاتنين فمشي ثلاثة ويطلع ثاني فانت اعترضت المسار من اجل ذلك سميها قاطع كاتوف يعني قاطع لانه قطع خط الصريان تحت الفرش وبعد كده يكمل اربعة خمسة ستة وهكذا عايز مني دا كام ايه و عمق الشيد بايل او الكاتوف او القاطع دا كام نبدأ الاول بالايه هو طبعا عايز الاطوال تحقق الامان من الاندرماينينج و من البيبينج ومن الاروشن اوف دي طيب بالنسبة بنبدأ المسألة بايه ابدأ اجيب المنسوء او المسافة ايه بحيث تحقق السيفتي اجينيست اروشن اوف دي او يعني ايه ان سريان الماء فوق الفرش الطاقة يستلزم ان انا امد الفرش دو مصار كفاية من بداية تحرك المياه فوق الفرش اللي هو من عند البوابات من عند الجيتس الموجودة هنا وامتدادا لحد ما تنتهل الفرش نهاية الفرش اللي سمينا المسافة دي من من النقطة اللي هي عند البوابات الى ما تصل الى ان تصل الى نهاية الفرش اللي هي النقطة ستة سميناها لما كنا في المحاضرة سميناها اللي هو طول الفرش للامان من الجارف الخلفي بدون اعمال الوقاية وكان لها قانون تمام وكان قل الكبيرة اللي هي كانت بنحط كمان اعمال وقاية من الامان كمان بعد نهاية الفرش علشان نتأكد ان الميا ما ثبت الفرش الموجودة عندنا الا وها بطاقة تقريبا تقدر التربة الطبيعية نهاية تتعامل معا ماشي طيب احنا لو نفتكر ان كان القانون الفرش اللي هو طول الفرش بدون اعمال الوقاية كان بيساوي اثنين واحد من عشرة في مضروف في جزر على ثلاثة وتسعة من عشرة وقل ايه اله بقى ان هو المسافة بين المسافة بين منسوب اعلى الركيزة منسوب اعلى الركيزة ومنسوب الفرش في الخلف منسوب اعلى الركيزة ومنسوب الفرش في الخلف اما ال اللي بحسب منها قانون او احسب منها الطول شامل اعمال الوقاية كان في ال لان القانون بيقول ايه ان ال تساوي اربعة ونص شباب اهو ده القانون بعد ما عوضنا فيه بال ال واحد اهو وده القانون بتاع ال اللي شامل اعمال الوقاية كمان اهو ماشي كان القانون ال كان فيه اتش وكان ال واحد فيها اتش واحد كان ال فارغ مبين ال اتش وال ال ونرجع للكان ده في المحاضرات في اخر تشكات على الفرش بالنسبة للجرف الخلف الموجود في المحاضرة نفسها كان فيها عندنا طول ال واحد و ال و وكان فيه قانون للهدرات وقانون لل قانون من عند مجرى البوابات إلى نهاية الفرش أما الـ L هو عبارة من الطول من عند تجويف البوابات إلى نهاية البروتكشن لينث أو أعمال الوقاية كمان بحيث أن الفرق بين الـ L و L1 يدينا طول أعمال الوقاية في الدونسترين الفرق بين الـ L و L1 يدينا طول أعمال الوقاية في الدونسترين مفهوم يا شباب أليم مش مفهوم تماما دكتور تماما طيب الـ L1 كانت عبارة عن قانونها ونرجع للمحاضرة 2-1 من 10 كان في الـ W لو نفتكل كان 1-2 من 10 عشان بس نربط ما بينهم في الـ C في جزر 14 الـ 19 على طبعاً الـ 19 كانت الـ H كانت الـ H H1 عفواً ايه الـ H1؟ المسافة الرأسية ما بين منسوب أعلى الركيزة منسوب أعلى الركيزة منسوب أعلى الركيزة ومنسوب الفرش أما الـ H اللي بنعوض فيها في قانون الـ L هي عبارة عن من أعلى الركيزة إلى منسوب ماء في الخلف في الحالة عندنا الخلف جاف فبالتالي كلا القيمتين واحدة الـ H و H1 كلا هما بقيمة 1-4-19 يبقى طرح 56-64 اللي هي مقدمة أو منسوب أعلى الركيزة ما تروح منها بالنسبة الـ H اللي هو منسوب ماء في الخلف ما هو منسوب ماء في الخلف هو الـ 52-45 لأن الخلف جاف و H1 منسوب أعلى الركيزة و منسوب الفرش اللي هو برضو 52-45 فطلعت كلا القيمتين واحدة هي 14-19 ومن عوضها 14-19 طلعت طول المطلوب 21-76 21-76 يبقى الطول من هنا من عند مجرى البوابات إلى نهاية الفرش هو 21-76 طيب أقدر من لما جئت دي أقدر أعرف يبقى المسافة إيه كان؟ من عند المسافة من عند التجريف البوابات لحد نهاية الركيزة 13-45 يبقى الـ 21 وكاس اللي هم موجودين عندنا دولي هو عبارة عن الـ A plus 13-45 الـ A plus 13-45 أقدر من هنا يا شباب يجيب الـ A ولا لا؟ نهاش الحال؟ أقول يبقى الـ A عبارة عن الـ 21-76 ما تروح منها الـ 13-45 تطلع 8-31 هنأخذها 9 متر يبقى أحنا المسافة التي تحقق الأمان من الـ سكاور أو هي مسافة 9 متر هي مسافة 9 متر نحسب L يعني عشان نقدر نعرف ما وإن كان ما هو تقريبا مش طالبها في المسألة لكن من باب تصميم فرش كامل بقى أن الـ L اللي هي من نهاية أو من عفوا من بداية الـ إلى نهاية أعمال الوقاية الـ تمام؟ أو الـ في النهاية هي عبارة عن أربعة ونص في عشرة اللي هي السي بلاي في جذب أربعة ساعتش هي الـ ه اللي احنا جبناها قبل كده على أربعة ونص ده طبعا ده تحت الجذب فيه الـ اللي هي تدفق لوحدة الطول من الفرش أو البوابات على سبعة ده طبعا تحت الجذب طلع الـ L بـ 30 تلاتة وخمسين يبقى المسافة من هنا من عند تجويف البوابات إلى نهاية أعمال الوقاية البلوكات اللي احنا نعملها في الخلف هي تلاتين وكاسم طب إذا كان المسافة من التجويف البوابات إلى النقطة ستة اللي احنا حصلنا نقطة لإيه كانت واحد وعشرين وكاسم يبقى عمال الوقاية كام؟ هنترح التلاتين وشوية من الواحد وعشرين وشوية دولي هم يبقى التلاتين تلاتة وخمسين مطرح منها الواحد وعشرين ستة وسبين تطلع تمانية بوينت سبعة سبعة هناخدها برضو فور سيفتي تسعة متر تقليل يبقى برضو تسعة متر لحد هنا يا شباب في حد عنده مشكلة؟ دكتور دايما بنقرب لو عرب رقم صحيح؟ نعم تفضل دايما بنقرب لو عرب رقم صحيح؟ اه يعني احنا ما شفناش نوحة في الراي عاملين ان طول اعمال الوقاية تمانية سبعة وسبعة ايه ليه؟ ليه سبعة وسبين دي؟ يعني خلاص لو خلناها تسعة هتغرق الدنيا؟ تهمني يا بشماندس؟ تماما يعني احنا دايما كنا بنلاقي على رسم الرائل اللي شرحونا استاذنا الدكتور انس كانت كل الابعاد بالمتر يعني نقولك عرض القاعة خمسة متر عمق المية ما شاء ما انسو الا ثلاثة متر ثلاثة متر ونص يعني بنقرب الكسوب وخاصة احنا فور سيفتي يعني تماما نظبوطي شباب؟ تماما طيب نيجي بقى للامان سيفتي اجينيس اندر مايننج ارجع للفرش بقى دلوقتي عندي هناك سيفتي اجينيس اندر مايننج ده هتحقق امتى؟ لما يكون الانحضار الفعلي تحت الفرش The actual gradient التجار defending الانحضار الفعلي أو الم latte the彩 Direction under the apron تحت الفرش عن texto or under the floor تحت الفرش بقل من الانحضار المسموح به وهو個 один على سين لدينا في المسألة ب whiskey و terrible واحد على عشر واحد على عشر يبقى لازم الانحضار الفعلي تحت الفرش يكون اقل من الانحضار اللي هو المسموح به طيب اجيب منين يا شباب الانحضار اللي هدريكي تحت الفرش الانحضار هو عبارة عن قدش على قل يعني قيمة الهد المؤثر على الفرش اللي هو الفرق منسوب المياه بالامام ناس الخلف مقسوم على طول خط الزحف اما طول خط الزحف انواعون ان المياه تتحرك تحت الفرش في Strong Rei ز phon Bey طبعاً لديها كونديشن نرسل بها كانت درسانة بين نبيب التأريف فقط يعني يبقى الماين تتحرك تحت الفرش في ستريم لاينز أقرب أو أخطر ستريم لاين هو ستريم لاين الملاسق للفرش يعني الستريم لاين الماشي بمحاذاة خط نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يبقى أقصر ستريم لاين نحن نسميه الكريب لينث أو خط الزحف لما بقسم عليه الـ H المؤثرة على المصار ما هي الـ H دي هي اللي بتحرك للفرش يعني عاسبين مثال احنا عارفين ان انحضار انحضار يعني H H على L يبقى الانحضار يا شباب H على بسم الله اهو لما بوصل بقى الخط ده يديني الـ Gradient اهو ده الانحضار فالقيمة الرأسية هي الـ H هي الـ H الـ H اهو الـ H بسم الله يبقى القيمة الرأسية هي الـ H وقيمة الأفقية هي الـ L يبقى الخط ده الانحضار بتقعه الخط ده هو عبارة عن H على L H معروفة اللي هو فرق الـ Upstream Motor Level من الـ Downstream Motor Level الـ Upstream Motor Level من الـ Downstream Motor Level ماشي طول مصار خط الزحف length of creep length طول creep length خط الزحف ده أو creep line خط الزحف ده لان دوت ده المصار الماء تتحرك فيه والـ H هي القوة اللي بتزقه يبقى شيء طبيعي ان انا كل ما لو الانحضار ده زاد الانحضار ده زاد يبقى هيحصل يبقى انا عايز اعمل التشيكة على ايه ان يطار الـ H على الـ L اقل من 1 على C والاكبر من 1 على C لو كانت اكبر يبقى الفرش ده انتساف في البداية هاعتبر ان مفيش sheet buy ما جايز يطلع الفرش من غير sheet buy اوما انا اكتب كومنت في المسألة there is no need for sheet buys لا نحتاج الى sheet buy مش عايزين لان الفرش امن من غير sheet buy تفاعل يا شباب طيب يبقى انا عشان اجيب اقارن الـ actual gradient يعني الانحضار الفعلي الـ actual gradient خلاص اقارنه بـ save hydro gradient اللي هو 1 على 10 او critical اللي موجود عندي لازم يبقى قيمة h على اللي قلنا الـ h هي عبارة عن فرق up stream motor level ناقص دون stream motor level اهو نرجع للمسألة هي يبقى 56 14 56 14 ناقص 52 45 يبقى الhead المؤثر على الفرش هو 3 69 طيب محتاجين بقى نقسمه على طول خط الزحف طول خط الزحف اللي هو creep length ده طيب خط الزحف هنحسبه زي بقى شباب نبدأ نجمع بقى نقول المسافة 1-2 كام والمسافة دي كام والمسافة الميلة دي كام وانا هعتبر ما فيش شيط فالمسافة بقى الحاد لما اوصل نقطة 5 دي كام طبعا الميل ده واحد لواحد خلاص وبالتالي احنا ممكن بس ايه اه لو واحد شاطر كده يبدأ يروح عامل ايه ايه ان طول الفرش الافقي هو عبارة عن 6 زي 17 زي دليل هي كانت تريبا نخدناها 9 تقريبا اينا نعم 9 خدها كلها واطرح منها المتر الافقي ده عشان هناخده على الميل ده والمتر الافقي ده واجمع عليها بقى الطول الرأس ده والطول الرأس ده خلاص يبقى اقول ان طول خط الزحف يبقى عبارة عنه والله واحد اه مش عايز يتلغبط في اللغة امشي بقى واحدة واحدة اقول دي وليكن متر زائد ما عرفش المسافة دي كام هنجمها بقى من الميل اللي الفوق ده ان المسافة دي 6 وده من الواحد لواحد وكان البعض ده 2 يبقى المسافة دي كلها كده اتنين تمام وده من الواحد لواحد يبقى فقيا ده 1 يبقى اتنين واحد ثلاثة يبقى هنا ثلاثة هي كمان خلاص وهكذا يبدأ يحسب المسافة دي زائد دي زائد المستوى الميل على 45 زائد الطول ده كله كام زائد ده زائد ده فطلع معانا الطول يا شباب اهو قال لك الواحد زائد 3 زائد 41 41 اللي هو الطول دوت على الميل كده طول دوت على الميل كده بلاص المسافة الافقية دي كام مسافة الافقية بلاص الواحد واربعين بلاص الطول دوت بلاص الواحد مت طلع الطول كام يا شباب كله طول الغط الزحف 34 و 83 مية تقريبا 34 و 83 مية تقريبا اهي ماشي طيب اصبح عندي هنا دي ال و دي ال اتش يبقى لمقسم ال او ال اتش على ال لو ال تلاتة تسعة وستين على ال ال ادنا 1 تسعة وستين من ما معنى انحضار اكبر او اقل من واحد على عشرة اكبر يا دكتور اكبر اكبر انت كان يطلع اقل لو كان واحد على عشر ونص واحد على اثناشر على اثناشر لكن كده طالما واحد على رقم اقل من عشرة يبقى الانحضار اكبر من المسموح به هيحصل ولي لا هيحصل 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 وبالتالي لازم نشوف حل طيب انا اشوف حل ازاي اقمن بقى الفرش من ان اذا كان المؤثر هو نقل الهم فيهم او يعني الحكم فيهم هزود انا كمهندس بقونش انطارة جديدة اللي في قدية ال لكن هي المسألة بتاعتي انا عايز اعمل منطارة تعمل من ال ون بقى كذا مش اقول لهم ما عليش ما تقلو لي ال عشان يبقى لي ال لا سيب ال مسألة واللي انا اقدر اتحكم فيه كمهندس هي ال طيب معنا الكلام يبقى احنا محتاجين بالفعل نزود طيب انا دلوقتي انا دلوقتي انا دلوقتي انا عايز باش موصل لفتح المكروفون يفير لو صمح انا دلوقتي اه اه ازا كان انا عايز اعرف هو طول اللي يبقى من كام انا عندي ال اتش بتلاثة تسعة وستين يبقى المفترض ان الفرش والانحضار الهيدريكي هو واحد لعشرة الامن يبقى معنا الكلام ده ان الل تحت الفرش ينبغي الا تقل عن اتش في السي يعني كام الاتش تلاتة تسعة وستين مضروة في السي يعني يطلع الطول ستة وتلاتين وتسعة من عشر ستة وتلاتين وتسعة من عشر اهو يعني ينبغي ان الال مينموم عبارة عن الاتش في السي اللي هو عشر يبقى ستة وتلاتين وتسعين هو كان طلع الطول كام فعليا ها كان الفعلي كام يا شباب 34 و 38 من عشر 34 و 38 من عشر يعني الفرق اثنين و شوية صح كده اثنين واحد من عشر تمام اما قال لك ايه قال لك خلاص انا هاخد قاطع قاطع طوله اثنين متر قاطع طوله اثنين متر يبقى انا هنزل هنا اهو بقاطع اثنين متر طب انا لما اعمل قاطع اثنين متر و بقى زودت المصار كام اربعة متر بالذات لان الفرش هيمشي كده المصار هيمشي كده وينزل اكعب القاطع ويرجع يطلع تاني كده مرة تانية وبالتاني هيكون قطع ضعف الدين وبالتاني المسافة اللي عنه 34 اللي اللي كان موجود قبل وجود قاطع نزود عليه باقى كام يبقى طول فعلي تحت الفرش نزود كام على 34 8 من 100 4 4 متر يبقى اصبح الطول الفعلي كام 4 36 لا 38 لمشي اصبح ي تعال بعمل تشكي كده على الانحضار يلا يبقى واحد على سي اللي هي اتش على ال واحد على سي اللي هي اتش على ال اهي اللي هي عبارة عن ال اتش تاتسة وستين والطول بعد ما زودنا قاطة يبقى عنق اتنين متر او كريب لينث طول خط الزحف تمانية وتلاتين اللي هي واحد على عشرة وخمسة وشوية يبقى ده اكبر ولا اقل من الواحد على عشرة اقل اقل يبقى كده الفرش سيف اجينست اندرميننج يبقى ازاي اللي انا الفرش بقى سيف اجينست اندرميننج ان انا كده وفرت انحضار هادروليكي لاستصاره باسفل الفرش اقل من الانحضار المسموح به يبقى ازاي الفرش بقى امن عن طريق توفير امن تحت الفرش اقل من المسموح بيه اللي هو واحد على عشرة. فلما طلع عشرة ونص خلاص بقى اقل من واحد على عشرة. يبقى كده سيدي. بفهم كده يا شبابو اللي لقى. الموضوع ماشي الحلوى اللي فيه مش كده. يا دكتور هو يعني اه? فضل. في مشكلة عند حد فيكم او كده? دكتور. انا ممكن ازود كل الفرش من غير من غير الكاتوف. هي الفكرة الكاتوف ايه? ان انا عايز اوفر خرصانة. لما ازود ازود الفرش اوفقيا دي خرصانة بعرض الانطرب الكامل. انا اسهل ادق الشيت بايل في المكان ده. عبارة عن سطارة من الخوازيك جنب بعض كده. دقاها اسهل وارخص من الخرصانة الكبيرة دي. تماما دكتور. تماما دكتور. ماشي? تماما. لحد هنا يا شباب مين عنده مشكلة? طب الخوازيك دي دكتور اللي انا عملها الشيت بايل دي مش ممكن ان الترب عندي يعني يكون مؤسرة عندي ولا انا ببقى اعمل حسابها عندي. طب ايه رائيك ان البايل استحت العمارات مش ممكن يبقى فيه مشكلة في الصير ما احنا بندق برضي البايل دي? اه تماما بس انا ببقى اعمل يعني تحليل التربة وخصائصها وكده يعني. وهنا بقى نعمل نفس الكلام. بص اسمك ايه? احمد جنال. هنا يا احمد بقى هنعمل كنا هنعمل تحت العماير. تحليل هنعمل هنا مية تحليل. تمام تمام. لان منشآت المي دي لو حصل فيها مشكلة بعد الانشآت نصلاحها ازاي? تمام تمام. ده مش لعب عيال دي احنا عملنا مشاكل عشان نبدأ ننشئ الانطارة في مكانها وغيرنا حولنا المجرى وعملنا شغلانات. ما نجيش بعد ما نعمل الانطارة نلاقي فيه بايبينج ولا نلاقي فيه مشكلة زي اكتيا تبقى مشكلة. تمام تمام. ماشي? يبقى هنا بيتخذ احتياطات اكتر كمان من المشآت العادية كمان. طيب كان المطلوب الثاني عايز ايه? احنا قلنا فين? عند الفارش هو اسفل عند القطاع اللي عند البوابات تماما. ده اللي بيدينا اعلى او دوت اخطر جزء في الفارش نحس ليه? هو الضغط البيزومتري قبل النقطة دي اعلى ولا هو اعلى. يعني عند النقطة هنا الضغط البيزومتري اعلى من عند السيكشن واحد واحد ده. لكن المشكلة ان هنا فيه عمود ميا كبير بيقومه بيرد عليه. لكن بعد ما يعد عند نقطة اربعة اللي هو النقطة اللي هي عند الفارش مباشرة او عند المجرى البوابات تحتها مباشرة بيكون مفيش مياه لو كان الخلف جاف. فبالتالي الفارش بيكون السيكشن دوت اللي هو سيكشن واحد واحد هو اللي عليه مكسمم شير سترس. فعلشان كده على الفارش هو القطاع في الفارش عند البوابات. القطاع في الفارش عند البوابات وبعد القاطع مباشرة انه. عشان في الامتحان لما قولك تشك عند ما تسألنيش فين ما تسألنيش فين مكسمم. طيب يبقى انا كان عندي قانون. القانون أن تشكي على سنك الفرش عبارة عن T تساوي ال H اللي هو الضغط البيزومتري عند النقطة اللي أنا بريد أن أدرسها عندها مقسومة على 2.2 من 10 هو جاما فلور ناقص 1 في 1.3 من 10 ناقص 1 في 1.3 من 10 من 10 أبدأ أعوض معنى الكلام ده أني محتاج الضغط البيزومتري فين الضغط البيزومتري؟ هنا عند النقطة دي طب الضغط البيزومتري عند النقطة دي يساوي إيه؟ هو نفسي قيمة الضغط البيزومتري عند 1 ناقص اللوسيس عند 1 ناقص اللوسيس طب هو كان الضغط البيزومتري عند 1 كان بكام يا شباب؟ مين عارب؟ بالهد بتاع الباية اللي هو كام؟ اللي هو 3.69 صح؟ تمام يبقى الضغط البيزومتري عند نقطة 1 ب3.69 يبقى عند نقطة أربعة اللي هو بعد القترة مباشرة يساوي نفسي قيمة الضغط البيزومتري عند 1 ناقص اللوسيس اللوسيس ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن المسار اللي مشيته نقطة المياه لحد موسيس عند نقطة أربعة اللي هو بعد القترة مباشرة مضروبة في الانحضار طيب يلا المسار ده عبارة عن إيه؟ نجمة واحد اهو واحد زائد ثلاثة زائد واحد واحد واربعين رأس زائد اتنين زائد ثلاثة خمسة وخمسين زائد اتنين في اتنين ها جات من اتنين في اتنين ناحيتين في الشيت بايد اه ايوه ناحيتين في الشيت بايد صح كده اهي؟ يبقى الضغط البيزومتري عند السكشن واحد واحد يساوي الضغط البيزومتري عند واحد لو تأتي 69 مطروح منه يلا نجمع يا شباب ها؟ اه واحد اه مضروف الانحضار الهيدوريكي الانحضار الهيدوريكي كام عندنا؟ ط απο الفارج واحد على عشرة مش واحد على عشرة انحضار الفالي واحد على عشرة ونص ايوه وتنسى بقى الواحد على عشرة دي خالص اه دفئتا المستيك في المساء اللي ما بيلاقي حد اعملها بينقص كتير جدا الواحد على عشرة دي يا شباب هم عامل زائد ايه؟ لما أقول لك إجهاد الخرصانة كأس الخرصانة وليأكل مئتين وخمسين كيلو جرام عصنات مئة مربع فرضا طيب عشان أجيب أبعاد العمود روح تعمل إيه قسم الحمل اللي جاي على العمود على الاسترس يوم يديني إيه إجهاد الفعلي لا إجهاد الفعلي لأ لما أسم حمل العمود على المئتين وخمسين هيديني إيه أقل مساحة العمود بالضبط أقل مساحة العمود الكونكريت دايمينشن الكروس سيكشن صح كده لو سي أن أنت كان الكروس سيكشن بالضبط كان 25 في 66 لو أنت صممت على كده وبيجهاد الخرصانة في الحالة دي كام أقل من بالضبط بالضبط فتح الله لكم 250 بالضبط طب لما أجل معك يا عمي خلي 66 دي 70 خليها 80 ها إيه يعني ده عمود خطر وكلام ذا كده أمن نفسك من 66 خلينا 80 الاسترس كام بقى على الرصانة الشغالة باسترس كام أقل من 250 لما حد يسألك على الاسترس بتاع الخرصانة العمود ده بقى كام بتقوله 250 ولا أقل 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 أنت أمنت نفسك تجاهه مضبوط يا شباب مضبوط يا دكتور يبقى أنا لما أقولك الانحضار الآن من تحت الفرش واحد على عشرة وانت خليت طول الفرش أقل من واحد على عشرة شكراً وانسى بقى في المسألة بقى تدحل المسألة انسى الواحد على عشرة دي تماماً خلاص انساها أنا أشغل دلوقتي على واحد على أحداشر واحد على اتناشر لأننا أشغل على انحضار الفعلي الأكشوال جريديان الأكشوال جريديان مفهوم يا شباب يبقى تلاتة تسعة وستين ما تروحوا منه المسألة لحد ما وصلنا من واحد لحد نقطة أربعة البعد القاطع في واحد على عشرة بوينت خمسة اتنين اتنين طلع الضبط البيزمتر عند النقطة أربعة هو اتنين سبعة وعشرين اتنين سبعة وعشرين اتنين سبعة وعشرين هروح وايخد الاثنين سبعة وعشرين دي ورايح معوض فيها في القانون اللي عندي ده اللي هو قانون سمك الفرش يبقى الاتش باثنين سبعة وعشرين على جامع فلورنا أسواعك بها تقديم من عشر طلع سمك الفرش المطلوب كام اتنين ستة اربعين ايه تفسير اتنين ستة اربعين اعلم اتنيني بقى نصيف تعال بقى كده معنا انا محتاج اتنين ستة اربعين ايوة اي ان الضاغط البيجيميتل عند نوطة اربعة يستلزم وجودة سمكن للفرش مقداره لا يقل عن اتنين ستة اربعين هو كان دلوقتي هو اتنين اتنين يبقى انصيف مظبوط يا شباب ده لأ يبقى الفرش في الحالة دي انصيف ما هواش امن ها مفهوم ولا يلاقيش يا شباب كده مفهوم ده طيب انا علشان اقمن سمك الفرش قدامي حاجة من اتنين ايه هم مين يقول ممكن ازود اقلل الضغط البيزومتري او انتو قلتو صح واحد قد نتزود سمك الفرش نخلي اتنين ونص مثلا او زي ما زميلكو قال نقلل الضغط البيزومتري طيب لما نزود سمك الفرش دي فلوس ولا لأ فلوس فلوس نزود نصف متر في طول الانطارة وفي عرض الانطارة كميات كبيرة الحل الاسهل اللي احنا بنعمله هو اللي احنا نقلل بقدر الامكان نقلل بقدر الامكان من نقلل بقدر الامكان من اضغط البيزومتري ده معنى اين معناه ان الضغط البيزومتري لما وصل نقطة اربعة كان لسه فيه صحة قوي انه هو عايز سمك كبير فانا محتاج اقطع ننفسه شوي كمان طب اعمل ايه بقى عشان قال لضغط البيزومتري عند النقطة عند احنا كنا عملين عمق القطع كام احنا زودنا المصارة اربعة بس عن طريق احنا عملنا عمق القطع اتنين متر بس صح كده تمام طيب نبدأ نزود عمق القطع هو بالفعل كان اتنين متر صح ولا لقى انا بقى بزود العمق القطع مش عشان عشان بالضغط كده عشان اللي هيؤثر على سمك الفرش الموجود عنك نبدأ نقول لك طيب الله يبارك لك خلي عمق القطع نزوده لاربعة متر طب انا لما زودت خليته اربعة متر بدل اتنين يبقى زودت المصار كم تمانية متر اه تمانية متر على الاربعة وثلاثين تقصوده او اربعة متر على الاربعة وثلاثين اخرانين ماشي يبقى اربعة وثلاثين زائد تمانية يطلع ان المصاري الفاعلي تحت الفرش اتنين واربعين وكس يبقى الاجتماعي ينكم يا شباب واحد على احداشة وستة يبقى تلاثة تسعة وستين على اتنين واربعين وكس يطلع واحد على احداشر ما انا يا مرحبا كل ما هزود العمق القاطع هيقليل الانحضار ولي هزوده ليه ليه وارروح اعمل التشكة على سمك الفرش نحسب لانحضار تاني احسب ضغط نزيميته عنده متر واحد تلاثة تسعة وستين نقص المصاري اللي احنا ممشيناه مضروف فيه لانحضار انا هو انحضار حضار الثالي واحد على واحد واشر ايوة دي انا يمكن بنقص ويمكن نص درجة المسألة لو لقيته عاملها واحد على عشر ده مش فاهم حالي ده معنى كده مزاكر المادة دي مبارح بالليل انا وفضلت واحد على عشر ايوها نعم او فضلت واحد على عشرة يفضل نفس الحل زي ما هو يبقى ما عملناش لا ده بيجي بقى انا من ديجي ترسم الضغط البيض متر واحد مش فاهم حيلاقي ان الفرش احنا قلنا بيبدأ بطاقة مقدارها بقيمة الهد من عند واحد وينتهي عند ستة بكام سفر سفر يعني الطاقة اللي بتحرق بها المية تحت الفرش تبدأ من عند واحد بقيمة اله وتنتهي عند نقطة ستة بصفر صح او لا لو واحد انا نسبت الواحد على عشرة يرسم ضغط البيض متر غطرف يلاقي ان الصفر انتهي هنا كده والباقي ده بقى نيجاتيف كده كأنه حاجة مش مالهاش لازم اصلا يعني دكتور فضل انا هقلل الضغط البيض متري ازاي مش ضغط البيض متري ده منصوب مية لا الضغط البيض متري جهد طاقة المية مش احنا بنقول منصوب المية فوق النقطة زائد منصوب خط المقرنة عبعد النقطة عن خط المقرنة نقص تمام يعني اللي بتحكم فيه المل بس انما الباقي ده ثابت اه بس انا المصار نفسهم تزودته يعني بدل ما كان لما مش من واحد لاربعة كان مش ولياكن اه سبعتاشر زي ما انته قلته مسلا انا مش حصير طيب الزغط سبعتاشر وحاجة على زي ما انته قلته الرقم اللي هو ده راح فين اهو اللي هو واحد زائد تلاشة زائد واحد واحد اربعين ده انا اللي عملت اللي اتنين في اتنين دي خد ده ببص اتنين في اتنين اتنين في اتنين دي بقيت كم تحت بقيت اربعة في اتنين فانا زوجت المصار لما زوجت المصار بالبرد كده قطعت نفس سوطة المية شوي انا فالمفترض انها هتوصل عند السكشن اربعة بجهد اقل من اللي قبل كده طالما الجهد اقل يبقى تكفرش بسنك اقالي وهكذا شوف طلع الضغط البيزومتري بعد المحاولة التانية كم كم يا شباب اتنين وستة مين اتنين وستة مين اهو قال لي طبعا عن اتنين سبعة وعشرين اروح رايح معه في المعادلة قال لي نفس المحتاج اتنين تلاتة وعشرين سيف والانسيف لسه انسيف انسيف طرر نفس الكلام زود خلي عمق القاطع تمانية متر يبقى زود المصار ستتاشر ماشي واخد بالك لما جي احسب بقى اللوسيس ضرب في واحد على كام على ميل جديد الميل الجديد ايوه كل مرة تغير فيها الميل يبقى بقى السلزة تغيره في المعادلة اللي جاي بعد كده وهكده طلع ان سمك الفرش المطلوب واحد سبعة وثمانين يبقى انا كده ايه سيف وانا كده ايه سيف ماشي يا شباب كان طالب بقى رسم ضغوط بيزومترية وضغوط رافع ضغوط بيزومترية وضغوط رافع اي مسألة فيها ارسم جراوند ووتر ليبلز مش مطلوب من الجراوند ووتر ليبلز المهم بس احسب ضغوط بيزومترية وضغوط رافع ضغوط بيزومترية وضغوط رافع طيب تعال نحسب الضغط البيزومتري ان النقاط عندنا واحد ايه كان بداية الفرش اثنين ثلاثة قبل القاطة اربعة بعد القاطة خمسة في النهاية ستة عارفين النقاط ديت فين يا شباب اذا لأ نرجع لها اهيه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة معروف ان الضغوط البيزومتري هو اعتبر جهد المياه اللي تتحرق به عند النقطة واحد هو الثلاثة تسعة وستين ايه الثلاثة تسعة وستين دي؟ الهد الهد اللي بيتحرق به السي بيج لاينز تحت الفرش طب انت متوقع لما تصل الاثنين يكون ايه اكبر او الاقل اقل عشان اللوصت اللوصت لثلاثة اقل الاربعة اقل الخمسة اقل للستة صفر نفهم ولا لا تمام تمام يبقى تلاثة تسعة وستين يلا امسك ورقة وقلم وحسب معي تلاثة تسعة وستين ها يلا امسك ورقة وقلم كده وقال حسبة يبقى الجهد عند اتنين وكتب معي كده عند اتنين يساوي تلاثة تسعة وستين ناقص واحد مضروبة في اخر ميل عندنا هو تلاتاشر واحد على تلاتاشر كام سبعة وسبعين تقريبا اه تلاتاشر سبعة وسبعين يعني من اخر اقسم واحد على تلاتاشر سبعة وسبعين فيها كام تلاتة واحد وستين تلاتة واحد وستين تلاتة واحد وستين يلا اكتبوها يبقى عند نقطة اتنين اكتبها فورو قلم كده قول تلاتة اه كام واحد وستين تلاتة واحد وستين تلاتة اتنين وستين تلاتة اتنين وستين ماشي طيب يلا عند نقطة ثلاثة حيساوي التلاتة تسعة وستين طيب طيب احنا ليه ما خدناش الزد اللي هي خط المقارنة هنا مش فيه تحت المنسوب الناحية التانية فيه متر تحتها منسوب لازم نخده ولا مش لازم طيب هو طلع الجهد عند نقطة اثنين كاملة ماشي تلاتة واحدة اثنين او اثنين وستين على حسب ما طلع طيب يلا احسبها بطريقة تانية يلا قول الجهد عند نقطة اثنين عبارة عن هد المياه فوق النقط اكتب حالها تكتب معا يلا الـ هتساوي 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 هد المياه فوق النقطة كامل اربعة متر تسعة وستين اربعة متر تسعة وستين زايد بعد النقطة عن خط المقارنة مع مراعاة الاشارة سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد ناقص 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 المصار المصار مش هلا اللي هو كان بقى شباب واحد على تلاتةاشر بوين سبعة سبعة نفس الناتق نفس الناتق نفس الناتق نفس الناتق لو تلاتة دين وستين وليكم اه يبقى واحد على تلاتةاشر بوين ساوعة سبعة ساوي ما تروح منها التلاتة بوينت ها مضبوطة ولا لا ماشي يبقى سواء جبناها بالتلاتة دي لانا عملت معقودة نقطة صح حسبت عند اول نقطة وعادت تنسب لها النقاط اللي بعد كده صح كلا هما صح طب يلا نحصل نقطة كمان وسيبكم تتكملوا بعد كده تعالى النقطة ثلاثة احسبها بطريقتين يلا النقطة ثلاثة تعالى الاول نتعامل معها انها منفاصلة دي كانت الاتش عند اسنين دي الاتش عند تلاتة يلا عند تلاتة هدر ماي فوق نقطة كم خمسة تسعة وستين زائد بعض النقطة عن خط المقاملة مع مراعات الاشارة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين ناقص مش هنا مصار قد ايه بقى يلا يحسن واحد زائد ثلاثة واحد زائد ثلاثة زائد واحد واربعين زائد اثنين زائد ثلاثة خمسة وخمسين طلع كم يا شباب ناشر ونص عشرة تسعة وخمسين ستة تسعين عشرة ستة وتسعين راح كده اهيه يلا يا اسم على تلاتاشر بوين سبعة سبعة يساوي مطروح ناقص التلاتة بوين تسعة وستين كم كم يا سباب اثنين بوينت تمانية تسعة اثنين بوينت تمانية تسعة طيب طبعا لازم طبعا بالمتر دكتور مطروح اثنين 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 ناقص ناقص يلا اسم تسعة ستة وتسسين على تلاتاشر سبعة وسبعين تساوي مطروح من التلاتة تسعة وستين لا من التلاتة اثنين وستين تلاتة فيها كام نين وتسعة وعشرة يعني هو نفس الرقم تقريبا صح؟ مم في الامتحان حلها كده حلها كده لهم هتحسبها صح مضبوط يا شباب تماما وهكذا بقى النقط هكذا بقى النقط طب اجي احسب ضغوط الرفة طبعا النقطة واحد والنقطة ستة عليهم اي نعم ضغوط الرف لكن مش مؤثر على الفارش بداية اقطات المعرضة لأبلفت يؤثر على الفارش هي نقطة اثنين تفهموا اذا لا يعني نقطة واحدة تي عليها أبلفت بس طلع لفوق هي مش مؤثر على الفارش لكن بداية للأبلفت هي عند نقطة اثنين طيب يلا عند نقطة اثنين يلا كنا بنقولي الأبلفت بيساوي عند نقطة اثنين يلا عند نقطة اثنين كان يوب عند اثنين يوب عند اثنين يوب عند اثنين يا برا عن قيمة الضغط البيزمترا عند نقطة اثنين ما تروح منها الزد بإشارتها يعني ناقص ناقص واحد هو ليه بالسالب نعم هو ليه بالسالب مش كنا دلوقتي انا هترح منها الزد الزد النقطة اثنين تحت خط المقاردة طيب والناحية الثانية احنا بناخدش بالإشارة مع انها برضو تحت الابستريم تحت المية برضو مين قالي نحن ناخدش الإشارة فين ناخدش الإشارة مش ناحية الثانية تحت الابستريم تحت منسوب مية برضو طيب انا كنت اخد ناقص 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 ونقص اهي التلاتة نفسها التلاتة بوينت اثنين وستين لا دي التوتل بقى بعد ما جمعت قيمة الضغط رفع عندها وجمعت عليها الزد تطلع تبوزتر مش نيجاتب تمام عارف ده معناه ايه بوص عشان انت برضو مش بيتحل كده وخلاص دلوقتي كان فيه ابلفت يؤثر على نقطة اثنين بس اطلع قيمته ويطلع كامل هاقيمته كامل اربعة اثنين وستين طيب النقطة اثنين دي معناها ان كان عليها ضغط رفع مقدار اربعة اثنين وستين لكن نظر ان النقطة دي رايحة النقطة اعلى منها فالزد دي امتص الجزء من الطاقة بتاعتها لانها رايحة لها الفوق مش لتحت فبالتالي كان الاصل تتحرق بتأثير ابلفت بريجر ده في كل الاتجاهات لكن لان انا طالع لنقطة هي اعلى مني اذا ما اخذنا في الهيدروليكس مثلا نقول ان لما يكون انا اعيز اضخ مية من الجيزة لست اكتوبر اعمل محطة ترومبار وكان ست اكتوبر اعلى من الجيزة بعشرة متر اما العشرة متر دي بقيت بصدف علي وانا بصمي البامب او ان ازودها على قدوة البامب نعم بصدف عشانها قدرة البامب بقيت عب هي الزد اللي عندنا هنا كده لكن لو كان العكس الجيزة كانت اعلى من 6 اكتوبر 10 متر ده يقليل لقدرة البامب ولا يزودها يقليل يبقى انا لو كان الديتا وليكن بص معايا شباب كده لو كان الديتا ما عندي هو ده هنا يبقى انا كنت هقول هد الماء فوق النقطة زائد بعض النقطة عن خط المقنة موجب لان ده يديها طاقة مش ياخد منها طاقة وصلت كده وللقى يا شباب وصلت يا دكتور يبقى انا بطرح لان بالفعل زد خدت من الانرجي اللي بتحرك به تحت الفرش مفهومة؟ تماما دكتور تماما طيب انا دلوقتي جبت الضغط الرفع عند نقطة 2 بمعرومة الضغط البيزوميتر عند نقطة 2 طب لو عايز احسبها لوحدها من غير منسيبها للنقطة الثانية اقول يال 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 اقول الضغط الرفع يال 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 اربعة اربعة تسعة وستين صح كده؟ تماما مفيش زد بقى اقول ناقص الملوصة 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 طلعت نفس الماتج ولا لقى يا شباب؟ هاي هاي يا ذوقت ها؟ النوضوع مفهوم ولا في مشكلة؟ مفهوم طيب طيب كان بيقولك احسب الضغط برضو؟ مش هقاف هو هنا حاطتنا في المسألة ولا لقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم اه لو عايز الـ يعني الـ انا دلوقتي الفلو لما يحصل لحد نقطة خمسة ويبدأ يتحرك رأسي لو كان لسه ليه طاقة اعلى من وزن عمود المياه ووزن السويل اللي هنا هيؤدي ان يحصل يرفع زي ما شفته شفت الفيديو اللي انا حطته في الفيديو الشرح وانا ما شفتهوش شفتهوش اللي ان قلنا في ظاهرة البايبينج السرينث بتاع التربة بيروح خالص فبدل ما التربة تبقى شايرة بقت متشالة ففيه تشكة عندك يقولك ان عشان يبقى الفاكتور الفيديو عبارة عن ايه؟ عبارة عن المساري اللي هتمشي المياه من نقطة خمسة لنقطة ستة مقسوم على قيمة الضغط البازميتا عند نقطة خمسة طب هي المساري هيبقى كام من خمسة لستة واحد واحد طب الضغط البازميتا عند خمسة كام؟ اروح كده عند خمسة اهو كام؟ كام الضغط البازميتا عند خمسة؟ سبع من مية سبع من مية يبقى اسم كده واحدة لسبع من مية اطلع كامل؟ اربعتاشر بوينت اتنين تمانين طبعا اكبر من اربعة يبقى احنا كده سيف وزي الفل ما عدناش مشكلة ماشي؟ اعتقد يا شباب الامور سهلة او انتوا شايفينها صعبة؟ ايلا اربعة دي يا دكتور ما ده لما نرجع للمحاضرة ده من اربعة لعشرة؟ ايه ايه من اربعة لعشرة ده المينمم اللي هو اربعة ماشي رجالة؟ تمام مين مش فاهم؟ طبعا احنا اخذنا بقى قيم الضغط البيزوميتر وضغط الرافة اللي في الجدول رسلنا بيها المؤشر تحت اهو الاصل اللي في الامتحان يترسم الضغط البيزوميتر وضغوط الراف تحت الفرش نفسه عشان انا عارف انه عند السكشن ده كام لحد هنا مين مش فاهم؟ طبعا الحمد لله يبقى الضغط البيزوميتر هفهم منه ان الجهد بالفعل على طول الفرش عمل بيقل بص تلاتة تسعة وستين بقى اثناء بقى تلاتة اثنين وستين بقى قدام القاطة اثنين تسعة وثمانين ورا القاطة واحد تلاتة وسبعين وعلى نهاية الفرش سبعة من مئة لحد صفر في النهاية طبعا انا ممكن ارسم القصة دي بمعلومية الفلو نت اهي يقول لك اعتبر ان الطبقة الصماء اللي هي حدود الباوندرس بتاعتي للتدفق تحت الفرش عند منسول ثمانية وتلاتين ماشي هروح ارسم الفرش وراسم الطبقة دي اهي وابدأ اختار عدد اختياري ليه الفلو تشانلز ايه الفلو تشانلز المسافة بين كل ستريم لاين والتاني هي اسمها فلو تشانلز فين اول ستريم لاين الملاسق للفرش تماما اللي بنسميه خط الزحف او الكريب لاين ماشي فين اخر خط سريان او اخر ستريم لاين الملاسق للطبقة الصماء ماشي طيب الفلو ثم هو ماشي على مصار زي ده ولياكم على المصار ده ماشي ولياكم بص معي اركز على المصار ده او عشي المواسق مش ماشي مضبوط او بس انتوا فاهمين يعني ماشي على المصار ده اوه انا غلط ثم هي ماشي على المصار ده جهدها بيقل ولا بيزيد بيقل بيقل بدأ بجهد كام جاية التلاشة تسعة وستين وانتهد بكام سفر طب لو تلاتة تسعة وستين بعد شوية توقع كام تلاتة معرفش ونص تلاتة واربعة تلاتة اتنين وسبعة اتنين ونص واحد وربعة خمسة وسبعين نص زيرو صحك يا اوه لا تمام اجرام يبا هي طول ما هي ماشية بتفقد طاقة او بتكتسب طاقة تفقد تفقد طاقة قال لك نعتبر انها تفقد الطاقة على محطات ثابتة تفقد الطاقة على محطات ثابتة احنا مترفقين انها هتبدأ بطاقة تلاتة تسعة وستين وتنتهي بالصفر قال لي طب ممكن نعمل بقى محطات ثابتة كده اقول ان كل محطة تفقد وليكن ربع متر ربع متر ربع متر ربع متر عشان كده سمينا الخطوط المتعامدة تفقد parameters خطوط الجهد المتساوي خطوط الجهد المتساوي خطوط الجهد المتساوي يعني ان كل خط من ده يبقى جهد الفلو عند الخط دوت او الخط دوت واحد يبقى فين اول خط الجهد Temadin اول خط الجهد Kanara مستوى سطح الارض قبل التحت desper prove المياه. اللي هو ده. وآخر خط جهد. المستوى المعاكس النهاية التانية. بقى في سقوطات كده. الجهد عمال يقل لي قل لي قل على المحطات انت شايفها دي. نرسمها بقى ازاي? نبدأ نختار عدد اختياري من. يعني هنا مسلا نختار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فيبدأ يقصت اللسبان اللي عنده دوت لخمس مسافات. مثلا وليكن. زي ده اهو. يقصته بقى مسافة اتنين تلاتة اربعة خمسة. ويبدأ يرسم خطوط الصرايان دي. يبدأ يرسم الصرايان دي. ويبدأ بعد ما يخلص خطوط الصرايان يرسم خطوط بشروط. ايه هي بقى الشروط? يقول ان كل تلاتة بيكون عمودي على خطوط الصرايان. وانت اخده الكلام يا شباب في الصور الميكانكس انت لا تكونوا خطوطوه بالفعل. يعني انا اخدقيم هذا من الصور الميكانكس. خط الجهد الواحد بيكون متعمد على خطوط الصرايان. خط الجهد متعمد على خطوط الصرايان. ماشي. طيب وايه تاني? ويهي ما بين كل خط جهد والتاني وخط ستريم لايين والتاني يشكله بينهم مربع ممكن أرسم دايرة تمس أضلاعه الأربعة ده ما احنا شايفين كده الدوائر المرسومة هنا دي كده لو تحقق الشرط ده يبقى نوعا ما يبقى كده الفلو نتي دي صح طيب عندي هنا في المسألة اللي عندي هنا كم قناة تدفق خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة كم درب في الجهد كم سقوط للجهد كم درب واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة حداشر اثناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تمنتاشر درب يبقى كل درب الفلو هو لما يعد على المحطات دي يفقد قد ايه تلاتة تسعة وستين على تمنتاشر. اه مهدي المحطة يبقى اسم تلاتة تسعة وستين على تمنتاشر يبقى في كل محطة يفقد اتنين من عشرة من الجهد بتاعه تقريبا. مش ماخرد تسعة وشر دروبا ربتم? لا ما بص. انا كنت هنا فوق اهو هنا. نزلت عند اول محطة دي. تاني محطة دي. تارت محطة دي. اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اتناشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. يعني اول خط ما تحسبوش معا. وبالتالي ابدأ ارقم بقى قطوط الجهد بي اقول لها ايه? ده صفر دلتة اتش. واحد اتنين تلاتة اربعة لحد تمنتاشر دلتة اتش. ما انا لما قدرت تمنتاشر في دلتة اتش اللي هي اتنين من عشرة تطلع كامل? تلاتة تسعة وستين. اه اللي هو الجهد بالفعل انا بدأ بي. ناشي? وابدأ اروح راسل تحت منه خطوط ايه? البيزوميتر الكهيد اللي هي انها شايفينها قصادنا ديت اهيه. قصادنا اهيه. ناشي? يعني في الاول هنا في عندي تمنتاشر دلتة اتش. اهو عند النقطة دي تمنتاشر دلتة اتش. واجه من عند اللي كنت ان شاء الله الى اللي بعده وانزل به لحد دي اجرام ده اهو. ده كان عند السبعتاشر. طيب هنا ده ستاشر راح جاي وعند الستاشر دلتة اتش وحاطت نقطة. ده من هنا ننزل بخط كده اهو يا شباب. اهو من عند هنا كده اهو. اهو. وانزل بخط من عند هنا اهو. وانزل بخط كده ايه. وهكذا. حاج من نصل للصف. مفهوم يا شباب ده لأ اه. مفهوم يا دكتور. دكتور وحنا اللي بنختار اه عدد الضربات. ممكن ما. اه عدد الضربات ما انت اللي بتختاره اختياري عدد قنوات التدفق. ولما تيجي تطبق شروط ان يكون خط الجهد عمودة على خطوط السريان. وان المسافة بين كل خط جهد والتاني مع كل يعمل مربع. هتلاقي انك مجبر ان يطلع عندك خطوط جهد بعدد معين ثابت. وده انا عملها في انت عن كده او ايه. لو طلب منك الرسمة. ترسم تلات قنوات تدفق. تلات قنوات تدفق. ونسب بقى اللي اللي حقق الشرط اللي قلنا عليه ده. طيب. وبالتالي انا ممكن بقى ايه. اعمل التشيكات اللي فاتت دي بن هنا. يعني مثلا. اريد اعمل التشيكة على سمك الفارش. اقول على سبيل المثال. يلا. خط الجهد هنا. بص يا سيد. عند الكريتكال هنا. كام? وواقع ما بين تمانية وتسعة. صح? ها? شوك تقوله ده لأ. مش النقطة دي. واقع ما بين خط جهد. تمانية دلت اتش وتسعة دلت اتش. ايه. تماما دكتور. يلا. يبقى الضغط البنزميسل عندها بكام? تمانية ونص ولا ياخد دلت اتش. يلا اضرب كده تمانية ونص. تمانية ونص. في بوينت اتين او خمسة. يطلع كام? واحد وانت سابة اربعة. على اتنين واثنين. ناقص واحد. كان. اه 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 اشين ايه اه اه اش مهندس ازاي اشين ازاي? واحد بوينت اربعة اخمسة. اضراب من عشرة. اضراب من عشرة معامل امان. واحد بوينت امانية تمانية. وده كان سنك الفاش تقريبا ان كان مطلوب بالقانون وده لا اه. مش متذكر او. ارجع اهو. ارجع. كان سنك الفاش مطلوب واحد سبعة وتمانين. تمام. اه. صح وده لا اه. يبقى لما من القانون كان القيم قريبة جدا من اللي لجبناها من الفلو نت. صح وده لا يا شباب. تمام. طب تعال نعمل تشيكة على البايبينج من الفلو نت. هنقسم واحد على الجهد اضغطي بزميتها عند النقطة اللي عند الحفة الفارش. تقريبا واقع على خط جهد واحد ونص دلت اتش. مش هو ما بين واحد ما بين الاثنين. ايوا. يلا اضرب واحد ونص. واحد ونص. في بوينت اتنين او خمس. بوينت تلاتة او سبعة. لما تسم عليها الواحد. تلاتة او سبعة كام. تلاتة او سبعة كام. يبقى ده معامل الامان من البيبن. طبعا فيه هنا اختلاف شوية ما بينه ما بينه ما بينهنا حسبناه بالقانون. طيب. مفهومة مسألة دي يا شباب ولا مش مفهومة? مفهومة دو. طيب. تعال اخر مسألة يلا نقسى فيكو ساوب ونحل مسألة كمان مع بعض يلا. انا عايز اسأل بس انا مش موجود على الجروب بتاع الدفعة وانا بدخل المحاضرة عن طريق اللينك بس. على جروب المادة. على جروب المادة. على جروب المادة اصد. على تيمز. هو تقريبا انا مش عارف هو ليه الناس مشتركتش على تيمز يا شباب يعني بتدخله اسأل جاست جاست ليه يعني. ما هو احنا بندخل عن طريق اللينك بتاع المحاضرة بس احنا مش موجودين على 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 الجروب نفسه او التيم نفسه. طب ممكن حد يبعط لي الايميلاد بتاعتكم انا اضيفها على الجروب. ماشا دكتور ممكن نبعتها لزين وزين يبعتها لك. يا ريت يعني لو انت بعتها لمنفاصلة كده اضيف واحد واحد على التيمز يبقى توصل لقود الاشعارات. وكمان ده ممكن تكتبولي كومنت لو عايزين تكتبوا كومنت على حاجة وما فيه تواصل ايضا. تماما دكتور. طيب. نحل المسألة البعض ولا ازهيتهم. نحل يا دكتور. نحل يا دكتور. طب يلا. المسألة رقم واحدة اربعة. فيه في لونت مرسومة اهي. هي مش دقيقة اوي بس مرسومة وخلاص. ماشا. اللي هو معاملة نفاذية. عشرة قصة مينة ستة متر بير ساكن. اللي هو الحرج. تسعة من عشر. هنعرف ايه كريتكال دوت. هنتكلم معنى بعد شوية. اولا احسب الريت اوف سيبج لوسيز. يعني الريت اوف سيبج لوسيز. ده سد وده خزان. ما هو التصرف اللي ماشي تحت السد من السيبج ده. هو يمدخل اللوسيز من الخزان ده. اولا ما دي جاء من اين. جاء من الخزان. يبقى الديس تشارج تحت السد هو اللوسيز من الخزان اللي موجود في الاب السرين. تمام يا شباب. تمام. اتنين. احسب البيزيومتريك هيد اند برجر هيد اد بوينس. او بي. يعني احسب. يا طرع عند النقطة ايه. اتضغط البيزيومتري كام? وعندي بي. اتضغط البيزيومتري كام? طيب. احصل كمان. اتضغط البيزيومتريك. يا طرع. كروج المية. تخرج عند السيبن حضار قيمته كام? ومن مطلع معامل الامان من البيبنج? تعال واحدة واحدة. نبدأ الاول الريت اوف سيبج لوسيز. اللي هو معامل. نعارفين ان الكيو تساوي قانون درسي. الكي في الاتش. في الان اف على الان دي. اهو. الان اف على الان دي? عدد قنوات التدفق على عدد سقوطات الجهد. عدد قنوات التدفق على عدد سقوطات الجهة. عدد قنوات التدفق على عدد سقوطات الجهة. كم قناة تدفق عندنا؟ ستة دوك ستة. نعد يلا مع بعض. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كم دروب? يلا عد بقى. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تهتاشر اربعتاشر اشترون اشرين. اشرين. اشرين دروب. يبقى الهد اللي هو واحد وعشرين ناقص اتناشر اللي هو التسعة هيبددوا على اشرين دروب. يبقى كل دروب يفقد فيها الفلو تقق ايه? خمسة اربعين من مية. خلاص? طيب. نسمي الخمسة اللي هي عدد قنوات التدفق. لهم قلنوا لا ستة. على عشرين. نسميها يا جماعة الفلو نت ريشيو. نسبة الشبكة. نسبة الشبكة. يبقى الان اف. على الان دي نسميها نسبة الشبكة. يعني نسبة الشبكة. يعني انت للمجال الجوفي دوت. لو سوت عدد قنوات التدفق قدتهم بدل ستة. يبقى وليكن اتناشر. هتلاقي عدد سقوطات الجهد عشان يحق المربعات ما بين قنوات التدفق سقوطات الجهد. هتلاقي ان العشرين دي بقى اربعين. فالنسبة سابقة. ماشي يا رجالة. تمام. تمام. يبقى يلا. الان اف بستة. والان دي بقى الان اف باسترين. والاتش بتسعة. يبقى يلا. عشر وصناقة الستة. في تسعة. الهي الاتش. في ستة على عشر. يطلع ان كل متر تحت السد. التصارف تحت مليل. واتن وسبعة. فى عشر وصناقة الستة. متر مكابر. طيب. الضغط البيزمترا عند نقطة ايه? وعند نقطة بيب كامل? لقد نحسبه من القناة دلت اتش? لأ. لما جيب لك في الو نت يبقى كل الحاجات تجيبها من كل الو نت. لو انا بدأت التلقيم من هنا زي ما صفر دلت اتش. واحد دلت اتش. اتنين دلت اتش. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستش. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. يبقى الايه عند عشرة دلت اتش. والبي عند حند اتش. اربعة. 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 يبقى الضغط البيزمترا عند البي اربعة دلت اتش. والضغط البيزمترا عند ال ايه? عشرة دلت اتش. اهو. عشرة دلت اتش. يبقى عند ال ايه عشرة دلت اتش يعني اربعة ونص. وعند البي اربعة دلت اتش يعني واحد وثمانية من عشرة. مرفوما يا شبابة ولا لأه? يبقى هنا الضغط البيزمترا عند النقطة ايه? عند النقطة ايه? بي اربعة وعند نقطة بي واحد ومشارة خمسة وربعين من مية. ماشي يا رجالة? تمام. بعد يا دكتور. اللي هي خمسة وربعين من مية. ايو اللي هو اسلنا الهد على عدد سقوطات الجهن. تمام. تمام. طيب انا لو انا عارف النقطة ايه ونقطة بي عارف عندهم الضغط البيزومتري. طب ضغط الرفع اجيبه ازاي ها? اطرح منهم الزد. بشارتها صح. الزد اللي بقى بكام. بعد النقطة ايه واللي بي عن خط المقنة اللي هم انسوبوا مية في الخلف ولو اتناشر. طب هي نقطة ايه. نقطة ايه وبي. النقطة ايه وبي. عند كام? تمانية. 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 تمانية من اتناشر. اربعة. اربعة. يبقى اطرح. الزد باشارتها. يبقى ناقص ناقص اربعة. يبقى ناقص اربعة. اه. يبقى اطراح عند ايه بتمانية ونص وعند البي بخمسة وتمانية من عشر. خمسة تمانية من عشر. طعاية. بيقولك يا ترى بقى. الانحضار عند النهاية كان. عند نقطة C. انا طبعا اصد بالنحضار هو لما المسار كان ماشي لحد عشان البيبنج قلنا ماشي افقي هوريزونتل لحد ما وصل عنده نقطة اللي هي الشفة بتاعت الفرش دي هيدي اتحرك فيرتيكال هو عند الشفة دي وامسك وراء قلم كده وحصل معي عند الشفة دي كان عنده جهد كام جهده كان كام جهده كان كام جهده كان تسعة من عشر جات من اتنين تسعة من عشرة اتنين في دلت اتش طيب حلو قوي يبقى بادئ من انحضار اتنين دلت اتش ومنتهي بالزيرو مش انت لو اسمت الفرق ده اللي هو تسعة من عشرة على الطول اللي هو هيمشي دي الانحضار مش هيبقى اتش على قلل ايوة يبقى المية تتحرك من عند النقطة دي لحد ما توصل لنقطة سي اللي هو الانحضار يبارة عن امسك كده وراء قلم يبقى يبقى الانحضار انا احاول اكتر معكم هنا يبقى ال اي عند تساوي تسعة من عشرة اللي هو دلت اتش اللي هو اتنين دلت اتش يعني على كم يا الشباب على اتنين دلت صح ولا لأ تمام ها يطلع كم خمسة واربع امسة واربع امسة واربع امسة واربع امسة واربع امسة تسعة من عشرة هو الاصل تقريبا بناخد الكريتكال لو انا مش ترك المسألة اخده واحد ليه بيقول لك ان الانحضار اهي انا اخد اهي وده هترجع للمحاضرة تلاقي الكلام ده ان ان الاي كريتكال تساوي مش عارف اكتب الجاما في الحقيقة فهكتبها ايه معلش هكتبها كده وانتم فهمين دي ايهة جاما على دينستي اوف ووتر يعني الاي كريتكال تقريبا بتوب عبارة عن الجاما ساب مرجد على الجاما ووتر وفي الغالب في انواع التورب اللي عندنا بيكون الجاما ساب مرجد تقريبا قريبا من واحد فبيطلع واحد على واحد يطلع دائم من انحضار الحرج الحرج يساوي تقريبا واحد ما انا يمدخل خلاف ذلك في المسألة وبالفعل في المسألة عندنا الذكر خلاف ذلك قالك ان الاي كريتكال كام عندك في المسألة تسعين من ما تسع من عشر يعني اقل من واحد بشوي او اكتر من واحد بشوي مظبوط يا شباب ايه معنى ايه معنى كريتكال جريديان يعني حضار حرج يعني ايه حرج دي الحالة اللي وزن عمود المية اللي جاي من فوق من تحت اهو اللي هو المفتر يقوم قد تقريبا القوة اللي جاي من تحت الفوق ده الحرج مظبوط كده الحالة الكريتكال طب انا عشان احقق افكتور اف سيفتي اربعة يبقى ينبغي ان الحضار لا يزيد عن قيمة مقدارها كام حالة نابع There'snt 9 من عشر اه على اربعة صح يبقى 9 من 10 على اربعة فيها كام؟ يلا يحسن معك pen الحزب 9 من 10 على اربعة كام? 5.2.2.5 6.2.2.5 الحضار الفاعل كام يحديث المسאלة? 5.4.5 ده اكبر ولا اقل من ال اتنين اتنين. اكبر يبقى نصيب. اكبر يبقى نصيب. مفهوم ايش هو ده لقى? يبقى تاني. الانحضار الفعلي اللي هو عبارة عن. ممكن الحيطة الاخيرة دي سانة دوكور مع ريش. حاضر. الانحضار الفعلي اللي هو عبارة عن. بداية الجهد لما يبدأ الفلو ياخد الاتجاه الفيرتكل لفوق. كان وقع عند خط جهد اتنين دلت اتش. يبقى اتنين دلت اتش. على المصار اللي هو تمشي لحد هناك اللي هو اتنين. يطلع الجريديانت خمسة اربعين. طيب خمسة اربعين. عايز اشوف هو دوة سيف ولا لا? احنا عارفين ان معامل الامان ده الفعلي. ده ده الخمسة اربعين ده الفعلي خلاص. طيب نيجي نشوف ايه الباوندر اللي عندك. اللي هقانت بيه الخمسة اربعين دين. يقولك ان تسع من عشرة. طيب اذا كان ده تسع من عشرة. يعني اللي قد بعض بالزارة القوة اللي عايزة تعمل بايبنج قد القوة اللي عايزة تقاوم البيبنج. انحضار هواء التسع من عشرة. طيب انا لما اخد معامل الامانة اربعة. يبقى قسم التسعة من عشرة يجبقى على كام? على اربعة. اهو يبقى يبقى. يبقى الاي اللي هو المسموح بيه لازم يساوي تسعة من عشرة. مقسم على كام يا شباب على اربعة دوا O'2.55. طيب اللي حصل بقى ان O.45 أكبر من O.225. يبقى اصيبو الا انصيف? عنصيف. انصيف. ها مفهومة كده ولا لا اه او بمعنى اخر دلوقتي لو اسمنا الكريتيكال اللي هو تسعة من عشرة لو قلنا فاكتور اوف سيفتي اجينيست بايبين وليا يلا لو اسمنا تسعة من عشرة على الفعل اللي هو خمسة ربعين من مية يطلع معهم الامان كام اثنين اثنين اقل من كام اقل من اربعة انسي يبقى كده صح وكده صح او ده اللي هو عامله بقى هنا اهو راح اسم قالك ان الخمسة ربعين من مية ده الاكس ده الموجود والكريتيكال تسعة من عشرة ما اسم تسعة من عشرة او خمسة ربعين من مية اثنين فبالتالي قالك يبقى الرقم دوت انسيف وبالتالي قاله من اربعة هو انسيف هي يا شباب الموضوع بسيط ولا في مشكلة طب هو هيتحل يا دكتور الموضوع اللي هو انسيف بتاع الكريتيان ده ولا لا لو قالك في المسألة تشيك بس بس يبقى له سيف والانسيف اما لو عايز خليه سيف يا معنى كده هنا احط هنا قاطر لا كتوف ايه اللي غرض من الكتوف ان الضغط البيزوميتر اللي هنا اللي سبب المشاكل اللي عندي دي يقل عن طالين هو بدل ما يمشي كده مباشرة لا ده ينزل لتحت ويطلع تاني الفوق ويمس احد النقطة دي يبقى انا زودت المسار يعني زودت يعني اضعفته قبل ما يبدأ اخد بتجاه الفلتكر اللي اعلى. دكتور. هو الكتوف ده دكتور مالوش سمك بيأثر مسلا سمك معين. يعني سمك معين. يعني مش الخزوق ده بيبقى ليه قطر او حاجة ممكن كل ما نكبر قطر كل ما يأثر معانا مسلا. لا 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 انا قلت اللي يعنيني ان انا يعترض المسار خط الزحف اللي ماشي كده فيجبر ان هو ينزل لتحت مسافة ستة سبعة متر ويطلعهم تاني فاوضعف من الطاقة بتاعنا. تماما. بكده يا شباب انا خلصت. اسمع لو لكم اسئلة او حاجة واعتقد المسألتين اللي احنا حدناهم لم كل الدرس اللي فاد. دكتور ممكن الورقة اللي بتشرح منها اللي هنا بس. اللي فيه المسأل ده. الايه? الورقة اللي فيه المسأل اللي انت اللي احضرات بتشرح منها دي. ما هي حبيه هو الكتاب. والكتاب ده معه. الكتاب يا شباب موجود مع الناس كلها. هو ما اوصل لكمش الكتاب? لا اوصل يا ده. انا بشرح دلوقتي من الكتاب اللي معاكم وموجود على صفحة الايديو بتاعتنا. صفحة بالبي دي اف مية اثنين وسبعين. او ده الكتاب اللي معاكم. ده بالبي دي اف يا دكتور ولا بترتيب الكتاب نفسه? لا بالبي دي اف مية اثنين وسبعين. الكتاب نفسه مية تسعة وستين. موجودين يا دكتور موجودين يا كنت بادور فوق بس وانزلتش لا. ضايد ماشا. يا شباب في اسئلة او حاجة. بعتولي مشكورين الاميلز عشان ابدأ اضيفكم على التيم هنا. ويوم ادى برضو حلقة الوسط بين وبينكم. لو ليكم اسئلة او ليكم حاجة او كلام زي كده. هتبعتولي وانا هارد عليكم برضو ان شاء الله. انا اتمنى لكم كل توفيق وان شاء الله نسمع لكم كل خير. وان شاء الله بكرة او بعد. وهرفع لكم بقى المحاضرة تحت الاسبوع الجاي. هتلاقى المسجلة أونلاين ان شاء الله. وفي مشاكل برضوك. بحاجة او. ان شاء الله. دكتور لو سوف. ان شاء الله. ان شاء الله. افضل. هل لازم الايميل او الاياميل كيلية؟. اذا ما احنا نشتغل على التيم بقى ايميل بكلي. يعني شاء الله نبع ايميل بكلي. اميل بكلية. هذا الوقت. ايميل بكليه. اه. طيب. تماما. شكرا. عفوا. في رعاية الله. اتمنى لكم كل خير ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا لكم